نعتقد أنه أقرب بلد أو كثيرون يعتقدون أن أقرب بلد يمكن أن يلعب دور الوسيط في هذه الأزمة الأوكرانية هو النمسا بالنظر إلى أن العديد من الروس جزء من مجتمعها وهو مثال أبرز على الجزء الغربي من العالم الذي له علاقات وثيقة مع روسيا هل يمكن أن نرى النمسا تلعب دور الوسيط في هذه الأزمة الأوكرانية الروسية؟ دائما نحن مستعدون للحوار ولكن الوسيط بحاجة إلى طرفين مستعدين للحوار والآن لا أرى أوكرانيا ولا روسيا مستعدين للحوار خاصة روسيا بإمكانها الحرب غدا بإمكانها سحب قواتها وعدم القيام بأي شيء فأنا لا أود أن أبالغ بإمكانيتي لعب دور الوسيط حاليا ولكن هدفنا يجب أن يكون إعادة تأسيس السلام في أوكرانيا مرة أخرى كيف ترى الحرب في أوكرانيا؟ مستقبلها؟ ما الذي يمكن أن يوقف هذه الحرب؟ الإجابة سهلة جدا الرئيس روسيا ممكنه إنهاء الحرب غدا بإمكانه إنهاء العمليات العدائية وسحب قواته والعودة لاحترام نزاهة وسيادة الأراضي الأوكرانية كدولة مجاورة فكلها بيده هو الذي شن حرب العدائية في فبراير هذا العام وبيده إنهاؤها اشتركوا في القناة